اشتركوا في القناة من اجل نقل الرسائل بين مختلف الاجهزة عبر الشبكة بطريقة اكثر فعالية يتم تقسيم كل رسالة الى حزم مرقمة الى حجم ثابت طبعا يتم ارسالها على شكل حزمة من جهاز المرسل ثم يتم تجميعها في جهاز المستقبل ليعادة تكوين الرسالة الاصلية هذه العملية تسمى بتحويل الحزم طبعا بنات انا عندي هذه الرسالة الاولى عندي ابنات هذه الرسالة الاولى طيب هذه ابنات عندي الرسالة الاصلية طيب تقسمت هذه الرسالة حزمة واحد وحزمة اثنين وحزمة ثلاثة طبعا بنات تقسم داخل جهاز ايش جهاز الراوتر بعد كده يدخل على شبكة الانترنت وترجع نفس مرة ثانية هذه الحزم تنفصل عن بعضها البعض وترجع تتركب مرة ثانية في جهاز في الرسالة المستقبلة اللي هو جهاز المستقبل يتم تصميم الشبكات الحديثة والانترنت والحزم المختلفة للوصول للوصول إلى وجهتها عبر الشبكة المختلفة وتسمى الموجهات أو الراوتر إذن بنات الراوتر يسمح للشبكات أو الانترنت المختلفة بالوصول إلى وجهتها عبر الشبكة يعني أنا بغير أرسل من جهاز A الجهاز B جهاز الراوتر هو اللي يسمح لي أني أنا أرسل هذه البيانات عبر الشبكة وعندما يلتقي الموجة الحزمة فإنها يقوم بقراءة الموجة ويقرأ المسار يعني مثلا جهاز A له رقم IB على جهاز B الراوتر وظيفة أنه يقرأ هذا المسار ويوجهها بالاتجاه السليم وكذلك بنات من وضائف الراوتر عند وجود مسار بسبب مسار مسدود بسبب عطل في الشبكة أو ازدحام أو غيره يختار مسار بديل أو يرجح هذه البيانات مرة ثانية للجهاز المرسل عنوين الشبكة طبعا بنات عندنا ال-IB عندنا بنات هذا عنوين على الانترنت وتسمى IB يعني بنات أنا مثلا فاتحة إيميل فاتحة موقع فاتحة أي شيء لازم يكون له IB address يكون له IB address شكل ال-IB address أربع مقاطع وبينهم ثلاث نقاط ويجب أن يكون كل رقم الأربعة التي تشكل عنوين ال-IB في النطاق ما بين الصفر ومئتين وخمسة وخمسين ويوجد لكل اسم مظيف عنوان لل-IB مطابق لنتمكن من استخدامه بشكل ملائم فإننا نحتاج إلى طريقة لترجمة كل اسم مظيف إلى عنوان ال-IB المقابلة يعني بنات أي حاجة تنرسل على الشبكة تحتاج لها IB address البروتوكول عندي بنات سبع طبقات للبروتوكول أول طبقة من هذه الطبقات اللي هي طبقة الفيزيائية الطبقة الفيزيائية وتقوم بنقل البيانات من خلال الوسط الملموس كالأسلاك والتوصيلات إذن بنات هذه الطبقة طيب إذن بنات نكمل طبقات نموذج ال-TCB-IB أو نموذج ال-OSI اللي هو بنات سبع طبقات الطبقة الأولى الطبقة الفيزيائية تقوم بنقل البيانات من خلال الوسط الملموس كالتوصيل والأسلاك يعني بنات هذه الطبقة هي التي تهتم بالأسلاك والأشياء الملموسة يعني مثلاً الماوس كابل الشبكة وغيرها إذن أي حاجة ملموسة هذه الطبقة الرقم واحد اللي هو الطبقة الفيزيائية تهتم فيها والطبقة الثانية اللي هي طبقة طبقة الربط البيانات وتقوم بتحويل حزمة البيانات إلى الإطارات مع تحديد العنوين الفيزيائية لنقل البيانات مع فحص الأخطاء الطبقة اللي بعده هي طبقة الشبكة يتم من خلال تحديد عنوان المسار لنقل البيانات باستخدام أنهزة الربط مع موجهات الراوتر والسويتش إذن بنات طبقة الشبكة تهتم بتحديد المسار المسار اللي لازم لنقل البيانات الطبقة الرابعة اللي هي طبقة النقل تقوم بتأمين عملية نقل البيانات من المصدر إلى الوجهة مع تجنب الأخطاء في عملية النقل والطبقة الخامسة اللي هي طبقة الجلسة تؤسس عملية الاتصال بين المصدر والوجهة طبقة السادسة طبقة التقديم تقوم بتشفيره فك التشفير البيانات الطبقة السابعة اللي هي طبقة التطبيقات يتم فيها تشغيل التطبيقات البرمجية طبعاً بنات هذا النموذج OSI إذن بنات هذا عندنا نموذج OSI طيب عبارة عن سبع طبقات هي نفسها بنات نموذج TCBIP ولكنها OSI بشكل مفصلة كاملة يعني هنا طبقة الابليكيشن طبقة التطبيقات مفصلة إلى ثلاث أنواع وهنا طبقة النقل مفصلة كذلك إلى نفسها طبقة واحدة وطبقة أنترنت هي نفسها طبقة الشبكة والنتورك أكسس اللي هي مفصلة إلى الدياتا لينك اللي هي ربط البيانات والفيزيكال إذن بنات تموذج TCBIP عندي أكثر من بروتوكول راح نشوفه وراح نتعرف عليه الآن بإذن الله اللي هو أول شي بروتوكول نقل الملفات الاختصار حقتها FTP وظيفته ها يسمح بنقل الملفات بين حاسبات الشبكة البروتوكول الثاني بروتوكول نقل البريد الإلكتروني SMTP يستخدم لنقل رسائل البريد الإلكتروني البروتوكول الثالث بروتوكول نقل النص التشاعبي دائماً بنات أي شيء في نص التشاعبي يكون دائماً بروتوكول الـ HTTP يضمن تبادل بيانات في الشبكة العنكبوتية في صفحات الوب أما البروتوكول الرابع اللي هو بروتوكول نقل النص التشاعبي الآمن الـ HTTPS يختلف عن البروتوكول السابق بأنه يوفر اتصال آمناً بينه الحاسبات إذن إذا كان عندك بنات في البروتوكول حقك في كلمة S أو الحرف S دائماً يكون يوفر اتصال آمن بين الحاسبات الشبكة وآخر بروتوكول اللي هو الـ DNS واختصال لنظام اسم المجال النظام يحول عنوين أجهزة الـ IP إلى ما يقابلها من عنوين الـ IP طب بعد كده يا بنات راح نشوف إن شاء الله اللي هو بنات الـ HTTPS والـ HTTP بنات أي صفحة أنت تفتحينها موجود فيها HTTPS يوفر اتصال آمناً بين الحاسبات عندما يحمل موقع وبعلامة الـ HTTPS هذا يعني أنه قد أضاف شهادة الـ SSL التي تقوم بتشغير البيانات أثناء نقلها بين المستقدمين والخادم يعني بنات الـ HTTPS هو يعني يبين لك أنه نفس الصفحة هذه إن شاء الله تكون آمنة على الرغم من أن هذه المعلومة يمكن أن تكون مفيدة إلا أنه من المهم عدم دخول على روابط من مصادر مجهولة أو إدخال بيانات شخصية وعمليات شراء من مواقع غير موثوقة حتى ولو كانت هذه المواقع تحمل الـ HTTPS الأنترنت والشبكات العنكبوتية أولاً تعريف الأنترنت هي شبكة عالمية تتيح لأي حاسب متصل بهذه بها الاتصال بحاسبات الأخرى وتقديم خدمات منها الويب والبريد الإكتروني والتطبيقات والألعاب تعريف الشبكات العنكبوتية تعد أحد خدمات الأنترنت وهي نظام المستندات المترابطة تسمى صفحات الويب ويمكن لكل صفحة الويب الارتباط بصفحة واحدة أو أكثر طبعاً بنات أي شبكة عنكبوتية اسمها الـ URL وهذه اختصارها اسم الشبكة العنكبوتية يتم إنشاء صفحات الويب باستخدام لغات الترميز للنص التشاعبي وعلى الرغم من أن كلمة النص التشاعبي داخل هذه الاقتصار توحي بوجود صفحات تحتوي على نصوص وروابط للصفحات الأخرى إلا أنهم من الشائع اليوم أن تحتوي صفحة الويب أو ترتبط بأنواع أخرى مثل الصوت والصورة والفيديو يعني بنات أي صفحة عنكبوتية www.dot بعدين اسم الموقع بعدين . اسم الجهة التابعة لها يعني سواء كان اسم الموقع هذا مثلاً مدارس العبير الجهة التابعة لها تكون جهة حكومية فتكون اختصاراتها اختصارها ADU اللي هو اختصار education أخر شيء اسم البلد اللي أنا فاتحة من الموقع فهذا بنات كله إيش يسمى؟ يسمى ال-URL يسمى الموقع هذا بال-URL جدار الحماية وهو برامج أو جهاز يستخدم لأمان الشبكة ويحتمد على التحكم في حركة نقل البيانات الواردة والصادرة من خلال تحليل حزم البيانات وتحديد ما إذا كان ينبغي السماح لها بالمرور أم لا إذن بنات جدار الحماية تحمي الشبكة المحلية حقتي ال-LAN من أي فيروس أو أي هاكرز على شبكة الأنترنت وغيرها سنتعرض الجدار الحماية للحصول على فكرة أفضل عن وظائفها وقدرتها الحالية أول شيء الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث الجيل الأول هو عبارة عن الجيل الأول يا بنات دقيقة الجيل الأول يعمل في طبقة الشبكة ويعتمد الجدار الحماية على في فحصه للحزم على معلومات التي تقوم بحماية بروتوكول تي سي بي آي بي وثلاثة يفحص جدار الحماية كل حزمة على حدة تتأكد من مطابقتها لقواعد الأمان الأمان الخاصة بالشبكة اثنين الجيل الثاني يعمل الجيل الثاني في طبقة الشبكة أيضا ويفحص الحزم بناء على معلومات التي سي بي ثلاثة اثنين يفحص الجيل الثاني من جدار الحماية مجموعة الحزم ويحتفظ بها في الذاكرة أما الجيل الثالث أما بنات بالنسبة للجيل الثالث اللي هو يعمل في طبقة التطبيقات اللي هو الـ Application Layer ويقوم بفحص البيانات من خلال تصفحه البرتوكول العالمي المستوى مثل الـ FTB والـ DNS والـ HTTPS وتجاوز قدرات جدار الحماية من الجيل الثالث فحص الحزمة لتستطيع اكشاف البرمجيات الضارة وحضرها وإتاحة الدخول للبرمجيات الموثوقة لها طبعا بنات هذه الطريقة جدار الحماية إذا أريد أن تشوفها في نفس الجهاز أول شيء أدخل من عند النظام بعدين لوحة التحكم وتيطلع عندي جدار الحماية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر